أشهد بالله من شرور أنفسنا ومسيعة أعمالنا أن يهديه الله فلا مضل له ومن ظل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة أسأل الله سبحانه وتعالى، أهداعي، أسأل الله سبحانه وتعالى وضع الأشهد أن تتعالى هل سبحانه وتعالى، ل Joseف الوقت وعندما يقولون ليون أيها gördüğم سبحانه وتعالى، نعم نعم أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والصداد أنا الذي والله سبحانه وتعالى أتابي إليكم هنا ومحبتكم في الله نعم 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 محبط نعم 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 المترجم للهدف الأولى نعم تسمى بسورة الفاتحة فاتحة سورة سورة لماذا لماذا لأن المصحب افتتح بها اول سورة في القرآن هي سورة الفاتحة فاتحة فاتحة قرآن الكريم قرآن الكريم قرآن الكريم قرآن الكريم قرآن الكريم يفتتح بها المصلي في صلاته نعم وكذلك الخطير أحيانا يفتتح بها يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعض الوقت من البلد قطب السورة قتلت قطب السورة فاتحة قرآن الكريم تسمى بأم القرآن أم الكتاب لماذا سورة الفاتحة قرآن قرآن الكريم قرآن الكريم قرآن الكريم لأن كل ما في القرآن موجود في هذه السورة قطب السورة لأن قرآن الكريم قرآن الكريم قرآن الكريم وكذا احيانا وفيها التوحيد عن نبي صلى الله عليه وسلم اتحذير من الفرق الظاليل من المشابهة ال يهود المشابهة النصارة هنالله لدي السورة بس بال فيدي كذلك هذه السورة تسمى بالرقية الآن تمرض تكون مريض مثلا ماذا تصنع تقرأ على نفسك رقية شعية تقرأ سورة الفاتحة أيضا تسمى بالصلاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي اسم الفاتحة الصلاة تسمى الصلاة هذه السورة الفاتحة لأن الخطا فيها قد يؤدي إلى بطلان الصلاة يعني لا يمكن أن تقرأ في الفاتحة تقول الَّذِينَ خطا لأنه هناك فرق بين الزال والزال يمكن أن تقرأ في الفاتحة يمكن أن تقرأ في الفاتحة تقرأ في الفاتحة تقرأ في الفاتحة يمكن أن تقرأ في الفاتحة نغير كلام رب العالمين عندما نغير كيف يمكن أن تقرأ في الفاتحة كيف يمكن أن تقرأ في الفاتحة يعني أكثر الشعب الأيغوري حفاظ خاصة الصغار ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم يا رب آمين في هذا الجميع نعم فكيف يكون الصغار الآن يقرأ القرآن صحيحة الفاتحة والكبار لا يعرف القرآن هذا مشكل لا نتعاون لابد أن نتعاون على أن نتعلم والله نحن الآن في نعم نعم هناك أقوام في البلاد لا استطيع التعلم ونحن الآن الحمد الله توفرت لنا أسباب التعلم لماذا لنا تعلم نرغن دولت دوا كشي لا مسلم الله يغينينا بذنعوا من هذا نحن الآن الآن أخوان الله يغييرنا بذنعوا من هذا لكننا منذ بأن نتعاون أن الجميع قرره ليس لدينا جرام الشرائد با بسببنا يغييرنا بذنعوا من هذا كيف نريد أن الله سبحانه وتعالى يغيير من حالنا دون أن نتغيير نحن نعم نعم هذه السورة ماذا فيها؟ بعد أن نتعلم نصحح القراءة لابد أن نفهم كلام رب العالمين بعد أن نصحح القراءة لابد أن نفهم هذا الكلام لا يمكن أن نفهم كلام رب العالمين نقرأ الحمد الله رب العالمين ونحن لا نفهم منه شيئا نعم 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 لأن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات لأن الله سبحانه وتعالى نعم 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 لإستحق لا أحد يستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى الله ما معنى الله هو المعبود هو الذي يستحق أن يُعبد ولا يُعبد إلا الله ونعبد الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء لا يسمى أحد بهذا الاسم الله إلا الله سبحانه وتعالى بعض العلماء يقول أن هذا الاسم الله هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم الذي إذى دعي به أجب نعم نعم مرجع لكل الأسماع تقول الله الرحمن الرحيم الحين القيوم هو الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرب التربية تكون إما تربية للظاهر للبدل أو تربية للباطل الرب التربية للظاهر أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وامدهم بالرزق الله سبحانه وتعالى يصبه الله سبحانه وتعالى وامدهم بالرزق حتى نتربى في الباطن أنت الالمين أي كل ما سوى الله الالمين كل ما سوى الله الله يزيدن بشكل موجودات لديك تربية تصدر هل يوجد خالي قير الله الله تن بشكل يلي بر يراد مجبه م لا والله الله ولن قسمك موجود اماز إذن لابد أن يُعبد الله ولا يُعبد أحد إلا الله الله يُعبد الله الله يُعبد الله ما شوية الرحمن الرحيم ما معنى الأحد لله رب العالمين في شوية الرحمن الرحيم ذلك الرحمن الرحيم دحقيقهم قسمك الرحمن ذو الرحمن الواسع رحمن تقول مالكي يوم الدين وفي قراءة تقول ملك يوم الدين يصح أن تقرأ الفاتحة مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين نعم فالله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك الله سبحانه وتعالى هم ملك هم مالك هم يوم الدين أو ملعك من يوم الدين أو ملك لقدي نعم بعضنا مشاته يوم الدين أو ملك هم كذا هناك معلق من الضوء اتبعوا الناس لا يوجد ملك كامل لملوك الدنيا. الملك الكامل لله سبحانه وتعالى. في هذا الدنيا لا يوجد ملك كامل لملك الدنيا. لا يوجد ملك كامل لملك الدنيا . فقط فقط. اموم ملک اموم ايجليك الله قلنقر يوم الدين اي يوم الجزاء والحساب يوم الدين اي شو ايه مالك يوم الدين اي يوم الدين اي يساب كنسي يوم الحساب اي يساب الله تعالى قيامت بانك اي ينبول جيب الايام التي المراحل التي يمر بها الانسان خمس مراحل يوم قبل أن يخلق في العدم ويوم في البطن ومرحلة في الدنيا ومرحلة في القبر اخرة اليام هو هذا اليوم يسمى اليوم الاخر ونحاول في الوقت الانتصال دونيان من دونيان خلق ضد الانتصال دوان كثقة الآخر ثلاثة قبل وبشنكسي أخرى يعني يوم الدين نعم الله سبحانه وتعالى يملك كل الهيام لماذا هنا في الآية قال مالك يوم الدين اليوم الاخر ولم يذكر أنه مالك كل الهيام الله سبحانه وتعالى موش بسكشلن هميسكي دنيادك يلدن كلهن هميسكي ترى لماذا في الآية مالك يوم الدين لأن هذا اليوم الذي يدان فيه الناس يحاسب الناس فيه في هذا اليوم والله سبحانه وتعالى أراد أن نعد لهذا اليوم العد نعم قيامتك بو كن بو كن نعم ثم قال سبحانه وتعالى بعد ما بعد قولي سبحانه وتعالى مالك يوم الدين تقول إياك نعبد ما معنى إياك نعبد إياك نعبد هنا بالجمع لا تقول إياك أعبد أنا وحدي لا تقول إياك نعبد بالجمع لماذا إياك نعبد لهθε الآن سبحانه وتعالى مالك يوم الدين لماذا؟ لماذا لا تقول إيّاك أعبد أعبدك يا الله أنا ولماذا نقول إيّاك نعبد جميعا؟ نمش قال من سعلم إبادة قليمة من دي بي بيز همممز سعلم إبادة قليمة بكرة قليمة دي بي حتى نعلم أننا لابد أن نشتمع للعبادة نشتمع كم اشتمع النبي سعلم والصحابة رضو الله عليهم نشتمع على رب واحد سبحانه وتعالى أراد الكفار وأراد الشيطان أن نفترق نتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام نتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام أراد الكفار وأراد الشيطان أن نفترق أراد الكفار وأراد الشيطان أن نفترق لكن كما نبترق نظر على رب أبادة قليمة نظر على رب أبادة قليمة نظر على رب الأخير نظر على رب الأخير إلا إلى الله سبحانه وتعالى يعني هنا كأنك تقول أنا يا رب أحسن الضم فيك بأنني من أهل الجنة كتبني الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة تقول أنا أحسن الضم يا رب فيك بأنني من أحسن الضم عليك هل بنا لدينا الله جانب لدينا لدينا رجال المؤكسة ومن هذا اعمل اعبد اسصلي اسوال واتصدق يقول لدينا يعني منيو كنتك كريدغان هدمل قطاردة يزل بوغالقم بلا مرة الله انه حزنه ده منيو كنتك كريدغان بلا اهدر يزل بوغالقم بلسام مرة يعني حالي بشيك شرية نكراسي بشيك بز تورل ايبادتيني صدقات لصنه خيريه اسلام لصنه ناماز روزا لصنه وماش بيبادت لصنه شكترشن الززم أجمع بين الإيمان بالقضاء الخدر وَالْعمَل قَزَ وَقَدَرْ مِلِمْ نُودْتُّسِنَ يَيْبْ مِنجَمِسِ لَازِمْدِهِ وَقَزَ وَقَدَرِ كُمْلُونَ يَغْنِ شكَانْ بُمَانْةُ لَاكِ اَمَلْ كِي لَمْتَانِةِ اَمِنْا كِي أَصَاسًا نَتِجَو كُرِمَنْ وَقَزَ وَقَدَرْنِنْ مُورِنُوَا اَمَلِنْ مُورِنُوَا الآن أنت بهذا وحدت الله سبحانه وتعالى أفردت الله بأنواع التوحيد الثلاثة الآن تدعو الله بعد أن توحد الله سبحانه وتعالى هذا الدعا هنا هو أجمع دعا أفضل دعا ماذا معنى إحضان السراط المستقبل؟ هذه الطريقة الإبدا선 في الولان دعائم إذا الانتقيام اللarım والألم الله سبحانه وتعالى éric ل what kind رحالة أطراق المصري الله الطريق واحد الله برين الثالث عن نخر من إنافع الإجتلاك حوال اليوم لا تريقه يVideo طريق من؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي شار عليه الصحابة رضو الله عليه هذا الطريق يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا الطريق لنا هذا الطريق يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين الشهداء شهداء المعركة والعلماء نعم ثم تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن تكون من الذين تعلموا ولم يعملوا أن تكون من الذين تعلموا ولم يعملوا يهد نسوالا غوشش أي بنى سنة بنى سنة بلحفق ومن الذين يعملوا بلا علم كالنصار نسوالا غوشش بلجن أمامل وتعالى حفظك كذلك أنت بهذا تستعيد أن تكون من الفرق الضالة تستعيد بالله سبحانه وتعالى أن تكون من الفرق الضالة فرق الضلالة فرق الهلاك المنحرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم قول آمين بإجماع العلاماء هذا ليس من الفاتح آمين فسلح فاتيه patiha'nın اكام اینا فسلاة. اي اللهم استجد هذا ، اذا كل هذا ، هذا الفاتحة المتحدث اما فاتحة المتحدث لديه من الصباح اي ربما يسكرون العثور المتحدث لديه الله أعلم الله أعلم